هم يريدون من الإمام أن يحصر نفسه في قضايا معينة وأن لا يتناول الشأن العام متى ما تناول نبتة نابتة تقول بأن هذا من الخوارج هذا خارجي وجعلوا لهم أوصافا هؤلاء الخوارج القعدية وهؤلاء هذا الآن هو العلمانية بعينها الذين يقولون هذا هم العلمانية العلمانيون وإن لبسوا مسوح الدين وإن لم يلبسوا كل المسوح فهم العلمانيون بأنفسهم لأنهم يرون أن المنبر حكر على كلام في قضايا بعينها ويجنب أمور السياسة والإصلاح ولكن مسموح للصحافة بأن تكلم فيها ومسموح للناس تتكلم بها في أنديتهم ومسموح لكل من هبه ودبه بالكنام فيها إلا الأئمة والعلماء والدعاه فلذلك هم مخطئون فيما قالوا بالكلية وتعرف إنكار الصحابة رضوان الله عليهم على ما يفعله الأئمة في زمانهم نعم فأخرة مسلمون الصحيح أن عمارة عمارة من رؤية الأسلم الثقافي رضي الله عنه حين قام بشر بن مروان على البنبر فرفع يديه في الدعاء قام إليه عمارة في دناء خطوة الجمعة نعم وفي سنة الترميذي اللفظ نعم قال قبح الله هاتيني لديتين القصيرتي نعم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المبر ما زاد على هكذا ورفع يصبعي نعم عليه الصلاة والسلام فهذا أمر مكروه فقط وليس محرما صحيح ومع ذلك أنكره لكن بما أنه من قبيل البدع أنكره الصحابة في أثناء خطوة الجمعة التي نعم من حرك فيها الحصاء فقد لغى صحيح ومن لغى فلا جمعة له نعم ومسله صنيع وبي سعيد أبي سعيد وبي هريرة حين اكتنفى مروان فأنزله عن المنبر نعم فقال أما هذا فقد أدى ما عليه نعم سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرم فليغيره بيده فإلا ما يستطيعه بلسانه فإلا ما يستطيعه بقلبه